حققت العملية العسكرية الأوكرانية في كورسك نجاحاً ملحوظاً إذ تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة أراضٍ سبق فقدانها وتعزيز موقفها العسكري وقد ساهمت هذه العملية في رفع الروح المعنوية للجيش والشعب الأوكراني على حد سواء إلا أن هذا النجاح لم يخلو من ثمن باهظ فقد شهدت العملية خسائر بشرياً فادحة في صفوف الجنود والمدنيين على حد سواء مما ألقى بظلاله على المجتمعات المحلية علاوة على ذلك استنزفت الحملة موارد مالية وعسكرية ضخمة الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية استمرار مثل هذه العمليات في المستقبل ورغم أن أوكرانيا باتت في موقف أقوى إلا أن التحديات لا تزال ماثلة في ظل استمرار الصرار يلقي الهجوم على كورسك الضوء على تعقيدات الحرب في أوكرانيا حيث تتداخل النجاحات العسكرية مع التكاليف البشرية وتحديات الموارد